السلام عليكم ورحمة الله معكم الروان فاسكي لعداء دي المسافة الطويلة عشر الاف متر واحد وعشرين كيلومتر اه ربما قلش يتساءل علي اشتريت هذا الفيديو بعد طريقة هذي اه فقط يعني هيتاش الوقت ما كانش وكذلك هيتاش واعتكم فيديو ولكن ما عادش نلونسيه تبدوز واحد السيمنة ولا يجوش السيمنات تنسى لي وراخد دام عليه دابا بالنسبة للفيديو الاخرى كانت منى انكم تشوفوا عني عنحت لكم دليان ديالو في صندوق الوصف ديال السباق ديال ايد حمودو ربما رأى هو فيديو جميل جدا هذا يعجبكم اه كنتمنى لكل في رمضان مبارك كريم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الاعمال ان شاء الله تعالى فقط يعني اريد ان اذكر البعض باهمية ممارسة الرياضة بالنسبة هذا الشهر الكريم المبارك يستحسن ممارسة الرياضة قبل الافطار بحوالي ساعة الى ساعة ونصف يعني وممارسة الرياضة فقط بطريقة يعني عادية دون استعمال جهد كبير الاخرى يعني فقط من اجل الحفاظ على اللياقة البدنية وكذلك من اجل اه تنشيط الجسم وتنشيط الدورة الدموية وكذلك من اجل يعني الرفع من اهمية الصيام ومن مرضوض الصيام في القضاء على مجموعة من السموم التي تتواجد بدواتنا اه تبارك الله عليكم ما تنسوش ممارسة الرياضة قبل الافطار اه بحوالي ساعة ونصف ويعني ممارسة الرياضة فقط خمسة وثلاثون اربعون الى الى غاية ساعة من التمارين الرياضية ويستحسن يعني عدم ممارستها يوميا 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 يجب يعني يعطى فترة راحة اه بين حصتين او ثلاث حصص يجب على الانساني ان يرتاح قليلا اه هادشي هو الاساس كانت منها من قاع المتابعين ديالي انهم يعني يعجبهم هذا الفيديو هذا وكذلك كانت منها من الكل انه يمارس الرياضة ما تنسوش ممارسة الرياضة احتفى هاد الشهر الفضيل ره مهمة جدا اه اه يعني كما قلت هير ما تكتروش بزاف ما تكتروش بزاف وما تمرسوش الرياضة بوحد طريقة اللي هي صعبة جدا ولكن غير بالتي هي احسن اه هادشي اللي غنقول لكم تحية لكم جميعا حياكم الله جميعا ومجددا ممضان مبارك سعيد للجميع تبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا زال ما دارش اشترك في القناة اهبط دابي اشترك وتبارك اللي عليكم السلام عليكم